خديجة بوجدير منظمة القافلة الطبية اللي تنظمت اليوم وما زالنا را خدمين في هدبا بالمنطقة ديال تفروت وبالضبط بأفل ليغير أفل ليغير تنظم واحد المهرجان اللي هو كي حمل اسم أنا روز وبهذه المناسبة احنا فكرنا باش نجي ونشوفه المنطقة لانني أنا بنت المنطقة ديال تفروت وبالضبط بأمل وتنشوف المنطقة ديالنا اشنا هو الخصاص ديالها في المجل الصحي لانني كنتمي الى المجل الصحي فلهذا انا اليوم كنتواجد بأفل ليغير أفل ليغير ناس طيبين فزاف لكن مع الاسف فيها مشاكيل صحية فزاف لان اليوم على حسب هدب القافلة طرنا نديروا واحد لكومنيكاسيون يعني واحد الحديث مع الناس تنقوهم تيعانيوا بصمت ما تيهدروش مساكن لكن هما بحاجة كبيرة لهد المجل الصحي بحكمهم انهم راه بعاد بزاف على المرافق الصحية إلا بغاوا مشيولتي ازني ترخصوا واحد ساعتين ولا ثلاثة سويع ديال الطريق باش يوصلوا فلهذا انا اليوم هنا يتناشد وزير الصحة ولوصطاف ميديكال اللي في وزارة الصحة انهم يجيوا يشوفوا افل ليغير لانه يعاني من المشاكل الصحية اليوم لقينا بان الناس مساكن الله يحسن العوان ولو انهم تعانيوا راهوا مساكتين ولو غير بواحد المسائل اللي هي تحسيسية او على الاقل الى هدرنا على المرأة وهدرنا على الطفل فانهم لا يتوفرون على المرافق الصحية في هذا المجال هذا المرأة اللي بغا تولد اراها يمكن تتمشيل بلايس خورا باش تولد او لا الطفل اللي عنده شي مشكل خصو يمشي لشي بلاسة خورا بعيدة باش يتعالج بالنسبة لنا احنا اليوم قدرنا قافلة طبية متعددة التخصصات شفنا عنا المشاكل اللي كينا بزاف في هذه المنطقة هي المشاكل ديل العينين الناس يعانيوا بزاف من الأمراض ديل العيون والأمراض ديل النساء حتى ان المرأة مثلا الى كانت في المرحلة ديل الحمل رهما كينش واحد توعية غير توعية رهما كيناش او لا غير هذك الريجيم اللي خصت تبعو او لا غير ذك يعني البخوتوكول ديل مثلا الفاغ انها تبعو رهما كينش مساكن عندهم تشي حاجة كذلك لأول مرة تنجيبو اليونيتي ديل لزاناليز ديل الفياش اللي جات معنا كذلك وماشي سهل باش نوصلوا هادلينيتي هادا كيم ما كتعرفوا بانا هادلوكاميو هادار ما كيتحركش بزاف تيتحرك قليل لانا فيها بزاف ديال المصاعب بزاف ديال المشاكل وخاصة ان الطرق مع الاسف الشديد رها ما كيناش فاف اللي غير وصلنا بواحد صعوبة هاد المنطقة هدي ودرنا الحمد لله تحاليل الناس اه الحمد لله ما كينش الفياش بوزيتيف ما كينش وهاد الشي تيفرح لكن تنتمنوا ان هاد هاد المجل الصحي نخدمو عليه كتر وكتر في هاد المنطقة هدي ونشوفو مشاكل اخرى لان هاد المنطقة اه مع الاسف الشديد تعاني كتيرا وهي منطقة جد جميلة لا في طبيعة ديالها ولا في البنية ديالها او لحتف الناس ديالها اللي طيبين جدا تنتمنوا ان تكون واحد الاتفاة اه لهم وتنتمنوا ان اه بلادنا تقدم كتر اكتر اه تحت اه ديما شعار الله الوطن الملك اشتركوا في القناة